على خطى داعش والجماعات المتطرفة تمظيم ميليشيا الحوثي في طريق قمع حريات الناس والتضييق على حياتهم الشخصية قبل أيام أصدرت الميليشيا تعميماً لمكاتب السفريات في صنعاء يمنعهم من منح تذاكر للنساء الراغبات في السفر لمحافظات أخرى ما لم يكن معهن محرم إحدى الناشطة كتبت على صفحتها أنها ذهبت لحجز تذكرة سفر إلى العاصمة المؤقتة هدن لكن المكتب اعتذر لها مبرراً رفضه بمنع سلطات الحوثي سفر النساء دون محرم المادة 57 من الدستور اليمني تؤكد على حق المواطن اليمني في التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا في الحالات التي بيّنها القانون لمقتضيات وسلامة المواطنين يتعلل الحوثيون وأنصارهم بأن خطوتهم هذه تتوافق مع الدين والعادات الاجتماعية لكن الأمر لا يعد أكثر من كونه حلقة في مسلسل التضييق على حريات الناس إذ لم يعد يطبق هذا الإجراء أحد في العالم غير السعودية وجماعة طالبان والحوثيين أخيراً قبل أيام قامت ميليشيا الحوثي بمنع فنانين وناشطين من تنفيذ حملة رسم في الشوارع بصنعاء في يوم الفن العالمي فيما تحدث طلاب عن قيام مندوب الحوثي في كلية المجتمع بتعليق إعلاناً يوضحون فيه أنواع حلاقات الشعر المسموح بها وما سواها سيتم منع أصحابها من دخول الكلية وبجمع كل هذه التصرفات يظهر أننا أمام المرحلة الثانية من سلوك الميليشيا لقمع المجتمع وإرهابه وتحويل البلد إلى مزرعة مغلقة على نمط تنظيم داعش وهي الوصمة التي طالما أطلقها الحوثيون على خصومهم لكنهم من يمارسها على أرض الواقع اليوم مرحلة دعشانة المجتمع التي أطلقها الحوثيون بدأت بخطاب زعيم الميليشيا يحذر فيه من معاهد اللغات والمقاهي والاختلاط كل ذلك يتم فرضه بقوة السلاح حيث لا يسمح لأحد بالاعتراض أو التجمهر للتعبير عن رفضه